إذا أقدمت إسرائيل على هذا العمل كيف ستكون العواقب؟ ما هي العواقب؟ طبعا أنا أقول أن أمريكا لن تقدم هي لأن أي أقدام أمريكي الرد الإيراني سيكون على القوات الأمريكية في الخليج ستشعل المنطقة بحرب شاملة ليست لصالح أمريكا أمريكا تشعلها لكن لا تسيطر على نتائجها إنما أن أقدمت إسرائيل ليس لصالح إيران الرد على القوات الأمريكية كي لا تدمر إيران لكنها سترد على إسرائيل ووسائلها للرد على إسرائيل من إيران هي صواريخ شهاب 3 لدى إسرائيل منظومة صواريخ الحيث المضادة للصواريخ لكنها قد لا تكون كافية لصد صواريخ شهاب 3 هناك منظومات أمريكية أخرى تجري إسرائيل مناورات وتجارب تجارب نسميها تجارب قيادي ومناورة كادر لتنظيم وتنصيق العمل ما بين منظومة الإسرائيلية والمنظومات الأمريكية هي منظومة الثاد التي تركز على الأرض وهذه لم تركز بعد وهي أكثر تطورا من الباتريوت وذات مدى أبعد والمنظومة الثانية هي منظومة ستاندر ميسلت 9 و3 المركبة على البوارج الحربية التي تحمل در صاروخي منظومة إيجيس والتي أسرعت أمريكا بإرسال البوارج كول وروس وسابقا إلى السواحل اللبنانية بعد اغتيال الشهيد عماد مغني وتهديد السيد حسن نصر الله بالرد خشيت أمريكا من اندلاع حرف في المنطقة فأسرعت بإرسال هذه البوارج لتأمين حماية للكيان الصيوني من الصواريخ الباليستيين هذه صواريخ أكثر تطورا وذين صاروخي أكثر تطورا من الباتريوت ومن الحيث يستطيع صد صواريخ شهب 3 إنما إن تولت أمريكا وإسرائيل حماية إسرائيل من صواريخ قادمة من إيران ماذا عن الجبهة الشمالية اللبنانية والسورية هنا ردت الفعل إسرائيل تخشى دخول بحرب على الجبهة الشمالية لأن ليس لديها الضرع الصاروخي لصد الصواريخ ما دون الباليستيين صواريخ رعد وبرق وزلزال ما إلى ذلك في حرب تمووز وهناك ما هو أكثر تطورا وأكثر تأثيرا وإسرائيل تقول أن لدى حزب الله 40 ألف صاروخ كافية أن تلحق دمارا واسعا في البني الصناعي المنشآت الصناعية والبني التحتية والعسكرية والاجتماعية لهذا الكيان الصيوني لكن هل حزب الله يقدم على حرب ردا على ضرب إسرائيل لمنشآت نوية في إيران هذا تتعلق بتأثير ونتائج الضرب الإسرائيلية على المنشآت النوية هل هي مؤثرة أم لا ثانيا علاقة حزب الله بإيران في هذه المجال طبعا حزب الله لديه ثأر عند إسرائيل هي الثأر للشهيد عباد مغني ويستطيع تفعيل ذلك وأخذ ثأره ساعة يشاء وهو حر في تحديد الموعد لكن ما هي ليس حرا تماما يمكن سيادة العميد ليس حرا تماما خاصة في وجود القوات الدولية على الحدود الشمالية للأرض المحتلة جنوب لبنان ليست ذات تأثير هام القوات الدولية ولا تستطيع ردح حزب الله أو تكبيله للرد على الكيان الصيوني الصواريخ ذات المدى 200 و300 كم ليست بحاجة أن تكون ضمن بقعة عملاء الطوارئ هي خارج بقعة عملاء الطوارئ إن كانت موجودة أنا لا أعلم ماذا لدى المقاومة ولكن إن كان لدى المقاومة هذه الأنواع من الصواريخ فحكما هذه خارج بقعة عملاء الطوارئ وليست داخل بقعة عملاء الطوارئ وهذا كافي أن تصل والسيد حسن صلى الله عليه هدد وقال لدينا القدرة أن نصل إلى أي هدف داخل الكيان الصيوني يعني تل أبيب وديمونة وأبعد من ذلك وهذا أمدي ذات 300 كم و250 كم وليست 20 أو 30 كم فقدرة حزب الله على الرد هي القدرة الأكبر والأكثر تأثيرا على الكيان الصيوني ولكن الكيان الصيوني يقدر الوضع هل يتحمل حربا مع حزب الله مهما كانت خسائره أم أن يقبل بإيران دولة نووية وينتهي المشروع الصيوني وينتهي يضع حد للمشروع الصيوني عندها على إسرائيل أن تقبل بالدولة الواحدة وبحق العودة للفلسطيني إلى الأرض 48 وينتهي المشروع الصيوني وينتهي دور إسرائيل قوة كأداة عسكرية للهيمن الغربية على المنطقة سيد العميد وليل السكرية شكر جدا لهذا الحديث شكرا جدا شكرا لأي لك زي ما كنا بنقول إسرائيل أكيد منزعجة من الانفتاح الأمريكي على إيران وممكن تكون عايزة تجهد التقارب ده بضربة على إيران البعض بيتصور أن الضربة دي ممكن تسبب حرق كبير لأمريكا إنما ظاهر لنا النهاردة بعد ميت يوم من حكم أوباما أن الأمور ما اختلفتش في أمريكا بالنسبة لإسرائيل راح ملك الأردن لأوباما أول مبارح راح واشنطن فطلع أوباما في المؤتمر الصحفي بعد الاجتماع يدعي الإسرائيليين والفلسطينيين إلى مبادرات حسن نواية زينا زيهم يعني مطالبين بإبداء حسن النواية بعدما أبدوا حسن نواياهم بالعدوان على غزة احنا كمان مطالبين بحسن النواية بعد ما رفضوا التعاون مع التحقيق الدولي احنا المطالبين بحسن النواية بعد ما حاولوا اقتحام الأقصى احنا المطالبين بحسن النواية بعد ما صعدوا لسيطان عشان يرفعوا عدد المستوطنين في الضفة والقدس إلى مليون احنا المطالبين بحسن النواية بعد الجدار العنصري احنا المطالبين بحسن النواية بشهادة البنك الدولي تشفط إسرائيل حق الفلسطينيين في المية ياخد الفرد منهم مية ثلاث أضعاف اللي بياخدها الفلسطيني وإحنا المطالبين بحسن نواية بعد رفض الحكومة الإسرائيلية الجديدة لقيام دولة فلسطينية إحنا برضو مطالبين بحسن نواية بعد اشتراتنا تنياهو أنه يبقى فيها ترف فلسطيني بيهودية إسرائيل أولا قبل أي محادثات يعني يسقط حق الفلسطينيين في العودة وحتى حق فلسطينيين 48 في البقاء في أرضهم إحنا أولا وأخيرا مطالبين بحسن نواية وبعد كل هذا تقاطع أمريكا مؤتمر العنصرية في جينيب وتنسحب معظم دول الغرب اللي بتنادي بحرية التعبير ينسحبه من المؤتمر لأن رئيس إيران نجاد قال أن إسرائيل أعطى نظام في العالم عنصرية وقمع والعرب في مجملهم يعجزوا في المؤتمر أنهم يرفعوا صوتهم بس فالحين كل من نلاقي فرصة أو حتى من لايش فرصة نقوم نخبط في إيران كلمتين أين أنت يا حمرة الخجل